اشتركوا في القناة هل يازم كل بنت تبقى طباعها وشكلها وكل حاجة طال على المامتها ولا لا؟ طيب المشاكل اللي بنشوفها في حياتنا اللي بناء عليه عملنا الحلقة النهاردة حالات الطلاق الكتيرة حالات الانفصال العجيبة بيبقوا اتنين بيحبوا بعض جدا متفاهمين جدا الحياة سكر وعسل وقشطة بكريمة وبعدين فجأة أول ما يبتدي بقى الحياة ما هناخل الشهر العسل الحياة اللطيفة بقى خاصة ننزل نشتغل ونشوف الأكل بقى والبيت والحياة العادية بعدين فجأة الأم قالوه من أول قالوه قوليلي بقى هتعملي إيه وقوليلي بيكلمك إزاي هندخل بقى في الحياة دي هنعرف لأن فيه ستات بتبقى هي مظلومة بس للأسف دي ممتها هي رميالها ودنها وبتخاف منها تخاف على زعلها تخاف أن هي تبقى ستة كبيرة وتتعب وتعيا حاجات كتير قوي إزاي إزاي الأم بخوفها الزايد على بنتها بالنهاية عايزة إن هي لا البنتي ما عندهاش خبرة في الحياة أنا عندي خبرة وأنا فاهمة أكتر وأنا عارفة أكتر إزاي بالشخصية دي بتدمر وبتنهي حياة بنتها وأحيانا بتنهيها طول الوقت مش بقى سنة سنتين لا مدى الحياة وفي الآخر بتندم بس بعد فوات القوان بكون بنتها يعني عايشة مأساة عايشة صدمة بتتعالج من الاكتئاب انفصلت عن جزها وممكن يكون ولادها سابوها حاجات كتير قوي ومشاكل كتير قوي بتجنة على صفحة البرنامج مشاهدينا خليني أرحب بالأستاذ أيمن فتيحة لايف كوتش والمعالج الصدمات أستاذ أيمن إزاي حضرتك أهلا نصحنا إزايك أستاذ أيمن يمكن إحنا قوف قير وقلت يعني إيه معالج صدمات يعني أنا باجي بصدمتي جاهزة ولا أنت اللي بتقول أنت عندك صدمة طيب هو وارد جدا أي حد في حياته يمر بصدمات يعني أي إن كان بقى ده حصل في الطفولة حصل في مرحلة إماء انفصال فراء الإشكالية لما بنتصدم ما بنعرفش نكمل حياتنا قبل الصدمة يعني كنا ماشيين بسيكوانس معين بطريقة معينة في حياتنا لما بنتصدم يعني زي ما بنسمع مثلا يقولك هي كانت اجتماعية جدا بس بعد وفاة والدتها بدأت مثلا تنطوي الشخص ده كان مسؤول جدا بس بعد ما نفصل عن زوجته مثلا بدأ سلوكه يتغير وحياته تتغير فالصدمة بتغيرنا فأحيانا في بعض الناس الصدمات ما بيعرفوش يستوعبوها ما بيعرفوش يتحملوها فلازم الصدمة دي تتحرر علشان يرجع نورمال تاني ويعرف يستفيد منها ويتخلي حياته أحسن بس لو ده ما حصلش للأسف الصدمة بتفضل مؤثرها في قراراته وفي حياته ويفضل من مشكلة لمشكلة طيب هل الصدمة دي لها علامات؟ يعني أنا ممكن أكون مثلا مصدومة بس أنا معرفش أن أنا عندي صدمة صحيح يعني أنا زي أعرف أن أنا متعرضة لصدمة فأعرفها زي حال لو أنا في موقف مش عايز أفتكره أو لو حد جاب لي سيرت بقوله ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني لو أنا رافض حاجة حصلت معينة في حياتي وبقومها من جوايا بشدة ده معناه أن اللي حصل ده ستيل لايف جوايا لسه حي جوايا بيأثر فيه مش عارف أتعامل معا فأنا مصدوم في الحتة دي فيه وجع موجود في الحتة دي مش عايز حد يلمسه أن أنا تعافيت من الصدمة أني قادر أفتكر الوفاء الانفصال الفشل السقوط المرض أي أن كان الموقف اللي حصل في حياتي قادر أفتكره متصالح معاه اتعلمت منه كده أنا عدلت الصدمة تمام طيب إحنا نرجع للصدمة بس في الآخر عشان اللي هنحكيه ده بيصدم أصلا في حد ذاته صدمات جميل اكفل إدراع لفمها تطلع البنت لأمها هل المثل ده حقيقي يا أستاذ أيمن؟ يعني أنت شايف أن المثل ده حقيقي أني دايماً البنت بتبقى نسخة تبقى الأصل من والدتها؟ طيب خلينا عمل ضبط شوية للمثل وقول إيه يعني اكفل إدراع لفمها اللي فيها يتدلق منها الله بغض نظر اللي فيها ده أمها أنا معرفش أولي فيها إيه حيبان بقى هل هي قصة حياتها مامتها باباها ماشية بدماغها بتقوم تربيتها رفض اللي حصل لها مرت بمشاكل اللي موجود حيطلع أصدق أن في المشكلة أو أي استدام فاللي جوه بيطلع يعني؟ بزبط ففي بعض الناس لو عايزين بقى نخصص أكتر نحن نتكلم إن استايل الإدراع اللي حدلقها اللي حدلقها دي واللي حكفيها اللي حيخرج منها هي اللي متعلقة بمامتها لو هناخد التفريعة دي أوكي كم مشكلة جات لك يا أستاذ أيمن عن رجالة مكهورة أو مظلومة أو مش عارفة تتعامل مع زوجتها لأن طول الوقت يقول لك مراتي شورتها من دماغهم كده باللفز العام ده كتير للأسس كتير في ناس كده بس في الغالب بيكون ده من الشخصيات يعني نوعية البنات أو النساء اللي هي مساحة الثقف نفسها في ضعف أو نشأت في أسر الخوف مسيطر على التربية فدائما الأم خايفة لبنتها تغلط خايفة لما تعرفش لوحدها خايفة 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 فالقصة ما بتبدأش من الجواز قصة بتبدأ بلايف ستايل استمر الغاية لما البنت دي تبرمجت على طريقة التربية إن أنا ما أقدرش أخد خطوة في حياتي إلا لما أرجع لماما وبصراحة يعني أنا عايزة أقول برضو للرجالة اللي بتشتكي وبعتلنا ما أنت أكيد شفتش علامات وظواهر في الخطوبة يعني أنت لما دخلت بيتهم بيبان الست المسيطرة على فكرة والست الدكتاتورية يقول لك البيت ده مشي للأم مش الراجل بيبان هي اللي بتتكلم هي اللي بتقول القرارات لأ بص الشبكة كذا لأ بص أنا بنتي تروح تقضي شعر عس يعني تلاقي دايما أنتو يا رجالة برضو يا شباب اللي لسه برضو مقبلين على الجواز خلي بالك إن في علامات كتير أو بيبان عشان ما تجيش تلبس في الحيطة وتيجي تقول أسانا مراتي شورتها من دماغ ممتها بيبان يعني تلاقي الراجل يعني قاعد الأب هو للأسف هادي كده ويا حبيبي أنا المهمة بنتي تبقى راحة وتلاقي الأم صوتهم جلجل في البيت هي يا أستاذ إيمان المشكلة إن حال الخطوبة ومرحلة الخطوبة للأسف بيغلب عليه الحالة العطفية وده أكبر غلط بنقع فيه ما ده أساسي طب يا أساسي ما اللي أغلب عليه إيه ما لازم العطفة بقى لا بالعكس والحب والله خلينا أقول لها حضر جميل إن أنا أحس بحال من الارتياح للطرف الآخر ده كافي جدا في المرحلة دي يعني خلينا أشبهها بمثال أنا دلوقتي لو هعمل انترفيو في شركة هل مجرد إننا كوالفايد والورق بتاع بيقول إن أنا السيفي بتاعي كويس الشركة بتاخدني؟ لا طب بتعمل الإختبار لازم تقعد معايا وتتكلم حتى لو ورقي بيقول إن أنا تمام آه لازم هتشوفني آه وبتمررني بفترة مثلا ثلاث شهور ست شهور تحت الإختبار لو أثبتت فيها كفاءة لا إحنا الراجل ده عايزينه معاني تمام؟ تمام أنا فاهميك إن أنا أكون مرتاح للطرف الآخر ده كفاية جدا لكن حال المشاعر الزيادة عن اللزوم بتعمل عملية تغييب لفكرة التوازن وإن أنا أشوف الأمور بشكل متزن صح فبقى عايزة نجح أي حاجة حتى لو مش نجح صح أنا بحبه أو بحبها مش مشكلة هو حيتعدل بعد الجواز هي حتبقى كويس أكيد أنا كنت تغطي عليها شوية أكيد أكيد لا بالعكس أنا عايز السلبيات تظهر إحنا بندخل الارتباط وبندخل الخطوبة ما عندناش استعداد تتفاركش يا خطوبة يعني جواز خطوبة يعني جواز يعني عيالي يعني مستقبل فاللي هو فعلا حتى الأهل بيبقوا بصين على الخطوبة خلاص ده جواز بيتكلموا في الكاب الكتاب ولكن إحنا بجد كبنات وكشباب وكأهل على فكرة والأهل كمان ليهم دور في الحاجات الصعبة اللي بنشوفها أو في الأضرار اللي بتنتج عن فشل العلاقة الأهل ليهم دور كبير لأن أنا كبنت أنا صغيرة أنا مش شايفة برضو صح يعني أنا مشاعري لسه بقى عمالة بقى تلعة ونزلة ومبسوطة وعندي خطيب وبالبس وبتحبت والليل وحشتيني وبحبك حاجات دي بتاكل عقل البنات والشباب برضو لكن الأهل بقى مفوطة هما اللي بيبصوا من المنظور اللي فوق لصحاب الخبرات لكن حقيقي إحنا ليه في مصر بندخل أي ارتباط بحبك وبموت فيك وتعاميت يعني أنا مش شايف سؤالك حلو جدا الأشكالية في إيه؟ إن إحنا أصلا يعني عندنا حرمان عاطفي في طرق التربية بتاعتنا إحنا بنربي بطريقة صح وغلط لكن مش بربي بطريقة إن أنا أخلي اللي قدامي يجرب تحت إدارتي فيه فرق ضخم جدا إن أنا بلعب على فكرة إن ما ينفعش تتحرك لإن أنا فاهم أنا طول الوقت أعلى منك أكبر منك أوعى منك مهما كبيرت هتفضل عايل في نظري فطول الوقت بسحب الثقة من اللي قدامي إنت منفعش تحرك اللبية غير لما بربي إبني أو بنتي إن أنا معاك بس أجرب وشوف وأبدأ أديله مشاعر ولو غلط أتصالح معايا لإنه عندنا كارثة في علاقتنا بالخطأ أصلا الخطأ غير مقبول داخل الأسر مع إنه لازم هيحصل لأ إحنا بقى ننزل نشوف رأي الناس في الشارع عاملين بابس لطيفة كده ونرجع تاني وأخد رأيك أستاذ أيمن يلا خليكم معاك ها طبعا حماتي مأسرة على مراتي إن هي بطبعها يعني حاجة كويسة زيها ويريد تبقى زيها برض من أول يوم قلت الله يعني انسي أمت خالص بتسمع كلام مامتها في كل حاجة مفيدة في الحياة يعني عشان خدرتها في الحياة أكتر الحمد لله ربنا كريمني بحامة في دانية تانية خالص هي ما مش بتدخل في أي حاجة الحمد لله هي من ساعة ما كانت خطابنا وتجوزنا إحنا ملاش علاقة بينا يعني 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 عادي زي أي أم مع بنتها يعني هتسمع كلامها في الحاجات الطبقية أم وبنتها يعني مش عارب في إيه بالزبط بس هي عموما بعيد عننا يعني ده دخلاتها زي أي أم بتحب بنتها عايزة تخلي بنتها تعيش عيشها سعيدة اكفل عدرة على فمها تطلع لبنت لأمها ده مسا حقيق اتنين واحد بالنسبة لي يعني وهم الاتنين اتباع واحدة وكان واحد يعني لأ المثل ده حقيقية صراحة يعني وانا حتى لما كنت بدور على عروسة يعني وانا قبل الجواز كنت بدور على الأم قبل البنت نفسها يعني فده الحمد لله سبب إن مراتي يعني تلعت فعلا نسخة من مامتها المثل ده مش قانون إن يتطبع على بعض وعلى البعض لأ لا مفيش مشكلة حصلت ما بين مراتي وحماتي نصفتني آه حصل مشكلة بيني وبين مراتي قبل كده وحماتي نصفتني على مراتي صراحة يعني لما بيحصل مشاكل بيني وبين الزوجة هي ما بتصعدش لأمها أو لولدها وبالتالي كنا مستقلين يعني حماتي كانت في الحق يعني كانت هي بتمشي متعرفش مجاملات يعني ممكن يكون حماية هو اللي يعني ايه على استعداد إنه ينصف ينصفنا بس برضو لازلنا الحمد لله مش مندخل حد فيهم في أي موضوع زي ما سمعنا كده أنا عجبني آخر واحد بصراحة لم قال أنا قبل ما أخطبها شفت مامتها الأول يعني شفت مامتها عشرة مامتها الأول يعني ده ناصح أهو ده ناصح أنا ممرة أشوف شاب ببقى رؤية بصص ورا شوي آه يعني دايما الشباب اليومين دول بصين تحت رجليهم اللي هو أنا عايزها حلوة ولزيزة وبتلبس حلوة ودماء خفيف وعلموضة يعني تلاقي دايما الشكل العام هو اللي لفته لكن إنه هو يبقى صغير وناصح كده برافو عليه يعني إنه هو عايز يشوف حمايته المستقبلية اللي هي هو اللي يتعامل معي أكيد أكيد البنت بتتأثر بالتربية اللي نشأت فيها فالشخص الزكي الواعي لازم يبقى واخد باله يعني مش بس في شخصيتها لا كمان في الوسط المحيطة بيه اللي هو بعد الجواز مش بيحتاج بيها بس وإن كان دا الأكثر لكن فيه أسرة كاملة موجودة في المعادلة وفيه أولاد حينشأوا في المنظومة دي ففكرة الجواز محتاجة شوية إنه إحنا يعني نتحرك فيها بالتزان شوية مش بمشاعر بس طب هل يعني هو حجم لتنين هل يعني خلاص أنا بحب الست دي وعندي بيت وكده هل دا قلة زكاء من الراجل إنه أنا مش عارف أبلف عارف باللغة المصرية العامية أضحك على دماغ حماتي أكلها في كلمتين فاكر زمان عمر الشريف لما قال لها معرفش إيه عندك 16 سنة له أوفر أوي يحصين كتير أوي كده يحصين فأصد يعني هل دا بيبقى محتاج زكاء أكتر مجتمعي أو زكاء أكتر من الراجل ولا أنا مالي أصلا أفضل أكل دماغ حماتي بكلمتين ليه ولا أوجع دماغي ليه أفضل كل شوية أكلمها يعني أنا صح بص يا ستزا إيمان هي معادلة يعني هي معادلة في النهاية فيه راجل شاطر وعنده مهارات كتير وقد دا يتناغم مع حماته وفيه ستايل معين من الحموات يعني لا ما ينفعش معي الكلام ده خالص فمهما كان عندك مهارات هي أقوى من كده فعشان كده أنا قبل ما أدخل في المنظومة دي محتاج أكون واعي يعني خطوة خطوة كل خطوة تاخد وقتها مرحلة الخطوبة يعني مش بس عايش في مشاعر وبشوف الأسرة وبشوف البيئة علشان كده زي ما قلتي قبل ما نطلع الفاصل فكرة إن الكبار ليهم نظرة بس لو في مشكلة بقى بين البنت وأهلها أو الولد وأهله هو أصلا بيبيعيز أتمرد عليهم حتى لو كلامهم صح هو بيتجاوز كلامهم عشان يخلص من البيت ده بنلاقي بنات كتير تقول لك أنا عايز أتجاوز عشان أخلص أيوة هي دي بقى لكن لو الأسرة أصلا يعني متربطة وفي بنع حوار جيد البنت أو الولد لما يستقلب حياته بيبقى واخد رأيهم معاه طيب قبل ما نطلع الفاصل هسأل سؤال هنرد عليه بعد الفاصل حاجة من الاتنين في التقرير اللي في الشارع كانوا بيقولوا لا والله ده حماتي طول وقت بتيجي معايا في صف أنا على مراتي وده في حد ذاته برضو بيعمل مشاكل يعني مفرحش قوي أن أنا طول الوقت حماتي جاي على مراتي لأن مراتك هتفضل تشحن 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 وهتنفجر في وشك في يوم الأيام ولا ههمها كلامة متها ولا بابها ولا غيره وبرضو النقيد صحيح اللي هو أنا ما ينفعش طول الوقت تبقى حماتي ضدي طول الوقت ومراتي بتسمع كلامها طيب الراجل لأن الحلقة دي يا رجالة معمولة عشانكم الحلقة دي معمولة بناءا على طلبتكم أنا عارفة سؤالك أعمل إيه في حماتي المستبدة أعملها حلوة قوي مش نافع أعملها نص نص بتبقى واخدى جنب مني لو عملتها قطعت خالص وقلت بلاها مكالمات وأنا يا ستي في حالي وأنت في حالك بتبقى الدنيا سودة وسواد السنين إيه الحل تعمل إيه بعد الفاصل السؤال اللي أنا سألته قبل الفاصل الراجل يعمل إيه في الثلاث حالات؟ رجالة بعتولنا رقم واحد رقم واحد ده في حالة ده في أحمد كان بعتلينا على الفان بيج وأنا حالة بالنسبة لي غريبة وحقيقة أنا توصلت معاه واتكلمته وفهمت الحكاية ماشية إزاي بس أنا مش فهمة حماته بتفضل تكلمه كل يوم يعني حماته متجوزة آه مش أرملة لأن أحيانا بنشوف الحالات دي لما تكون جزهة ميت لكن هو موجود لكن متجوز واحدة تانية مهم يعني حماته عايشة في مقساة طول الوقت مع جزن متجوز واحدة تانية وتعبها نفسيا فبيقولي يا إيمان بيتكلمني كل يوم ساعتين ثلاثة أول مرة قلت مش مهمة فطفط معي يا حماتي يوم يومين عشر عشرين بيقولي بعد كده لما ابتدتش رد عليها مش عارف أشتغل وبعدين أنا مش مطالب أن أنا رد عليها كل يوم أرغي معها ساعتين ثلاثة ولما بطلت أرد عليها بدت تكلم مراتي تسخنها علي هو بيتكلمنيش ليه هو بيردش ليه هو بيصيع فين هو لسه ما جاش لغاية دلوقتي البيت يقولي معي أنك ممكن ترغي معي ويقولي أنا مع صحابي واداري علي أنا مثلا مع صحابتي ما عارفش إيه من قيم الجمع وكاد تداري علي فقالت له إيه الحالة الغريبة دي فدي حالة اللي هو لا دي مطالب أن تحكي معك أنه مجوزها مثلا الحالة التانية الراجي يقولك أنا ما عنديش خل خلي بالك برضو الحياة صعبة يعني مين عنده خلق أنه يفضل يسبت في حماته ويدلحها ويلله كلامته للوقت فبيقولك أنا ما عنديش خلق بس أنا بحب مراتي يعني أنا بحب مراتي وبيتنا بيتخرب بسبب حماتي برضو أعمل إيه كويس أوكي سيبك بقى من الحالة أن هو حماته بتجي عليه هو خلينا بس يعني نضبط الأمور أن الراجل هو المسؤول الأول والحصري عن ضبط حدود البيت تمام ولو هو ما عندهش هذه المهارة هو محتاج يكتسبها لأن هيحصل تجاوزات كتير في كل حاجة ومن كل الناس من كل حاجة بالضبط بالصحاب ومن جيران يعني هيخلي جيت سدحمة داع فحماتي وزوجتي وإخواتي وأمي وأهلي وأهلها أنا المسؤول عن وضع حدود لتدخلهم في حياة الغاية فينه تقف مش لازم يحصل مشاكل علشان أصطدم بالناس ونبدأ نحل تمام لما أكون واضح يعني النموزج أو النموزج الحلقة قلتيها إيه المانع أن أقول أنا مش فاضي طبيعي الطرف الآخر ممكن يزعل ومن حق الآخر أنه يزعل لكن لو أنا أصلا ما عندهش مهارة النعرف أقول للناس إمتى لأ هيبقى كل الناس دخلة في حياتي في الوقت اللي يناسبها هي ومع الوقت حخسر علاقت بيهم وعلاقت بزوجتي وعلاقت بنفسي لأ كل حاجة مع الوقت بقى الناس هتفهم لأ الشخص اللي طالما قال لك لأ ما ينفعش لأ عشان نزوره لازم نتصل الأول يعني عشان نروح البيت ده بنرتب معاد قبلها كل واحد على حسب ستايل حياته وعلى حسب الظروف اللي هو موجود فيها طب هو يعمل إيه خلاص هو تدبس يا أستاذ أيمن يبدأ يخرج بالتدريج أنه هو يبدأ يقلل الوقت ده تمام يعتذر أحيانا يسمح للي حوالي أنه هم يزعلوا أحيانا بعد كده الأمور حيعد ضبطها تمام يعني هو بالتدريج أه طبعا لأنه هو الواضح أن خلال الكلام حضرتك يعني أنه بقاله فترة مدرب اللي حوالي على ستايل معين مش هنفع في لحظة أقول لأ بقى خلاص أنا اتغيرت النهار ده طيب واللحماته بتحب الكلام الحلوة للوقت ويجيب لها هدايا ويروح ويجي عليها ولو اختفى يومين ثلاثة تفضل برضو تسخن بنتها عليه مفوط برضو هو ما عندوش طاقة يعني فيه ناس بعتلي يقول لي إيمانا أنا ما عنديش خلق أنا هشتغل إمتى ووجري والزحمة قادر أتكلم كلمتين ثلاثة مع امراتي فلا لحماتي ولا حماية ولا حد خالق خلينا نحط كل مشكلة في مكانها لو هي الحما دي عندها إشكالية أنها محتاجة حد في حياتها يتكلم معاها فمش المعني بهذه المشكلة جزبتها ولا بنتها يعني أنا بتكلم بس عشان هو اللي بيشتكي دلوقتي تمام فهو وافق أنه يلعب الدور ده معاها هو محتاج يغير اللعبة دي يعني هي محتاجة بقى يكون لها أصدقاء تحل المشكلة دي تتزوج لو هي مثلا زوجها متوافق أي أن كان معادلتها إيه بس هي بتلعب اللعبة دي معاها يروح يجوزها لا هو يطلع بره اللعبة هو حدوده معاها أن أنا جوز بنتك وبتعامل معاك بروقية وباحترام في هذه العلاقة لكن لو قدم مساحات أكتر هو بقى يشتكي بعد كده فهو محتاج يقلس هذه المساحات ويبقى في المساحة الطبيعية في التعامل طيب إحنا الأفلام المصرية والتراث السينيما بص فيه أفلام اللي واحد ما بيقدرش يعني مجسدة ديكتاتورية تلحمة بشكل فإحنا هنروح كده إيه يعني إيه رحلة بسيطة كده ونرجع عشان الستات بقى اللي بتسمع كلام مامتها واللي خار بالدنيا تعالوا لي بقى بعد كده ما نتفرج مع بعض على الفيلم تعالوا تفرجوا معاي بهذه المفردات جسدت الفنانة ماري مونيب واقع الأم التي تتدخل في حياة ابنتها وتؤثر عليها وقد برعت السينيما المصرية على مدار تاريخها في هذه القضية اسألني أنا حماتك مدوبهم اتنين من منا ينسى فيلم حماتي ملاك الذي يعد إحدى أيقونات تكسيد الصراع بين الحمى وزوج ابنتها طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة أصبح مصطلح الحمى مرتبطا بالعديد من الأفلام التي جسدت الأمهات في حياة بناتهن الزوجية فظهرت سلسلة أفلام شهيرة أبرزها حماتي قنبلة زرية والحموات الفاتنات وكنت وقفة من الصبح يا حماتي لا الحمد لله بقى اللي ما سمعتش الشتيمة الشتيمة مين؟ بروحي يا روحي وتصدرت الفنانة ماري مونيب المشهد مجسدة شخصية الحمى التي تبث الرعب والتوتر في منزل ابنتها مثل دورها في فيلم حكاية جواز وفي ثمانينيات القرن الماضي عادت الحموات لسيطرنا على شاشة السينما ولكن هذه المرة في فيلم أشأ من حق الزوجة حيث أبدعت نعيم الصغير في تجسيد شخصية الحمال متسلطة ثم جاءت الألفية الجديدة لتناقش الظاهرة بصورة أكثر كوميدية مثل فيلم حماتي بتحبني لحمادة لال والذي قدم صراعا مثيرا مع حماتي ميرفت أمين وشوفنا طبعا يعني تاريخ السينما المصرية طول الوقت عمل لنا أعظم الأفلام اللي بتجسد ديكتاتورية الأم أو الحمى على أي طرف سواء الراجل أو ست أستاذ أيمن طبعا شوفت مدوبة ومتنين دي احنا أنا بموت دي بصمة في السينما المصرية حماتك بالضبط كده وبرضو الشقة من حق الزوجة شقة من حق الزوجة وده بقى موضوعنا النهاردة يعني طول الوقت معالي زايد كانت بتحب جوزها والراجل ما تعبش وبيشتغل دوريتين تلاتة شفتات بالتاكسي وهي طول الوقت هاتي جوزك يوصلنا هاتي جوزك يعمل وهي تيجي قدام ممتها هو ده بقى الشخصية تيجي قدام ممتها تحسها قطة مع أنها هي شخصية ومتعلمة وكل حاجة بس ما بتقدرش تتكلم نعالج الشخصية دي زي بقى الستات بقى اللي قاعدة قدامي بتتفرج ويا ستات يلا أنا عارفة أنتوا بتحبوا جوازتك ومش عايزين بيتكوا يتخرب يعني إحنا دلوقتي اللي هنعالجها جميل تتعامل إزاي أن تشيل ممتها من حياتها الزوجية جميل طيب هو بداية محتاجة الأول زكاء الراجل وزكاء من الست كمان يعني الراجل محتاجة يفهم أن ده أمر ممكن يكون طبيعي في بداية الجواز في بعض الناس اللي العلاقات بين البنت وما ميتها فيها تعلق شديد إنها لسه بتخرج من أسرة مثلا متربية فيها ومتعودة عليها 20-30 سنة أو ممكن تكون بنتها الوحيدة مثلا فهو محتاج يبقى فاهم لأن في بعض الرجالة برضو عندها فكرة طالما جات بيتي خلصنا يعني مرة واحدة دايما فكرة التدرج بتخلي الناس تنجح في حياتها إن أنا بقى واعي للحالة اللي أنا بأخدها وواحدة واحدة ببدأ أحط واقع جديد بحيث ما حصلش صدمات وصراعات تؤدي المشاكل أكبر وكانت المشكلة ممكن تتحل بشكل أبسط حاجة تانية البنت بقى نفسها لازم تكون هي كمان فاهمة إنها دخلة على راجل جاية من أسرة مختلفة وليه وعي مختلف وما ينفعش والدتها تبقى موجودة داخل العلاقة إلا بالنسبة اللي تصلح هذه العلاقة التدخلات الزيادة والكلام في التفاصيل المبالغ فيه لأن فيه كتير في الحقيقة من البنات بالذات في بداية الجواز زي ما كنت بتتكلمي في المقدمة كل تفصيلة أكلنا وشربنا وروحنا وجينا ونزلنا وطلعنا وعملنا كل تفصيلة حتى لو أنا بحكي كده ومتعودة أن دي علاقة بوالدتي بس ده بيترجم في دماغ الأم بلغة تانية إنها سعيدة كويسة مخنوقة شكله زعلها شكله دقيقي مطلع على كل التفاصيل لا أنا دلوقتي انتقلت الواقع جديد محتاجة أبدأ بالتدريج أتحمل المسئولية أنا والطرف الآخر في حل مشاكلنا لا والراجل هنا بقى ما بيتعاملش مع البنوتة اللي الصغيرة اللي عارف دمخها عارف أولها إيه وأخيرها إيه يعني لسه متجوزها عندها مثلا 22 سنة ولا 25 سنة فأنا عارف دمخها دي مراتي فأنا فاهم أخيرها إيه لكن هو مش بيتعامل مع مرات وبيتعامل مع مامتها اللي عندها 60 سنة فهو ممكن حتى يعرف يضحك عليها كتبة صغيرة بس ما يتضحكش عليها لأن مامتها مش يتضحك عليها يعني انت فاهم أنا قصد إيه هو بيتعامل شخصيتين واحدة صغيرة وواحدة كبيرة فعلشان ينجحوا في علاقتهم محتاج كل بقى شخصية تروح مكانها الطبيعي مش الطبيعي أنه يكون متجوز البنت ومامتها عايشة معاهم يعني سواء عايشة معاهم فعليا أو عايشة معاهم بأفكارها وقراراتها وتدخلاتها بس ده حال بيوت كتير قوي ما نعارك وإحنا بنحله دلوقتي دلوقتي بنحل المشكلة اللي ناس كتير بتعاني منها أنا دلوقتي شايفك بتقول أن الراجل لازم شوية أول حاجة أنه يقتنع أنها لسه خارجة من بيت أهلها فيهدى شوية عليها في البداية هو هيوصل لللي هو عايزه بس محتاج يبقى زكي يعني وياخد الموضوع بتدرج لأن هي كمان البنت مش جاهزة أنها أوتوماتيك ليه تعمل أوف هنا وقون هنا أنا خلاص ما ليش دعوة بماما وليه دعوة بيك برضو ده مش هيحصل بشكل سريع لكن لازم الحياة تاخد وقتها وفي الحقيقة برضو بناء على التعامل بين الزجين بيكون فيه سهولة لخروج الأهل من حياته بصراحة قط يعني كلما هو راجل بجد وعارف يدير بيته بشكل جيد وعارف يحتوي وعارف يحتوي المشكلة وعارف يحتوي الست دي ويحبها ويطبطب عليها ويبقى حنين وجدع هي ذات نفسها تبتدي تخرج من الأب والأم بالراحة وهيبقى ليهم كيانهم وكل حاجة بس هيبتدي احتواء محتاج بعض الوقت يعني احتواء هي ليه هو بزبط وقت وزكاء وفي النهاية هو محتاج دايما يوصل رسالة اطمئنان لأم البنت دي لحاماته مش رسالة تهديد لو انت فضلت كده انا هتطلقها انت لو فضلت كده مش هسكت بالعكس تكده المشكلة هتزيد لكن هو دايما انا قد ايه بفرح بوجودك بس انا مثلا عارف ان بنتك لسه في الاول وانا بحبها وخلينا ناخد القرار دوت وانت هتفرح لما تلاقيها وثقت في نفسها ده فين بقى الرجالة اللي بتتكلم بالطريقة بص يا سيد ايمان خلينا فين الرجالة الزاكية الحلوة اللي انت بتكلمني عنهم ده جميل احنا دلوقتي عندنا مشكلة وعارفين ايه اللي بيخلي المشكلة دي تحصل لازم اوري نموذج يعرف يتعامل مع المشكلة دي طبيعي بالنسبة للناس اللي عايشة في المشكلة دي هتشوف ايه الخيال العلمي ده بس انا محتاجة اقرب من الخيال العلمي ده لغاية لما يبقى واقع لان فيه ناس عايشة كده زي ما فيه ناس عايشة باللستايل ده فيه ناس عايشة باللستايل ده لا هو كبير وممكن يروح لامم هدومه وماشي في اي مشكلة فاللي هو خلي بقى مامتك تنفعك خلي بقى كلام مامتك معرفش ايه ده موجود بس ده مش حل يعني دايما القرارات اللي بتتاخد من مساحة فعالية كل الاطراف بتندم فيها ما بتبقاش حل انا اتخنقت فاخدت قرار لا انا اتخنقت ده طبيعي محتاج اخد وقتي واحدة ولما اتزن اقرر لكن من شو انا منفعل اقرر لا اي طرف ناس علاقات كتير بتبوز بسبب التركة الصغيرة دي ان القرارات بتتاخد وقت الانفعلات ايوة ما هو هادي انا اعمل لها حلقة تانية لان برضو الهدوء بيبقى لي قواعد ما هو ما يبقاش فيه ست ممكن تتسب الشهر والشهرين ما تعرفش حاجة عن جزها ويقول لها سنعة قلت نهدى شوي يعني دي لها قواعد برضو لان لا نسيب الحبل قوي ولا نحن في نفس اللحظة لان نصدر قرارات الناس يعني العلاقات الانجح والستات العلاقات الانجح هي اللي اصحابها عندها مهارات اكثر طيب انا عايز اوجه بقى اوجه بقى من الاستاذ ايمن الرسالة القوية للام دي خاص الامهات دي المستبدة اللي حط راسها وحط ايديها كلها وحط حياتها كلها في دماغ بنتها في حياتها تقول لها ايه بما يرد الله بقى عشان خربوا بيوت كتير قوي من بناتهم وبنتها تبقى قاعدة معها العيال وبتعيط تقول لها ما عرفش يا بنتي والله انا اسف حقك علي خربت بيتك انا ما كنتش اقصد يعني بنسمع دي حقك علي دي بس بعد ايه بعد فوات الاوام تقول لهم ايه الامات دي طيب الام دي اولا هي ام خايفة يعني هي مش بتعمل كده وهي قاعدة تخطط وترتب ازاي خرب بيت بنتي خالص هي خايفة ممكن تكون مرت بتجارب مماثلة في حياتها فخايفة بنتها تعيد التجربة بس هي مش وعية ان ليه بتعمله ده هو في الاسف للأسف هيقدل كده تمام فنمره واحد محتاجة تتخلص من هذا الخوف وتبدأ تسمح لبنتها تعيش حياة طبيعية واحدة واحدة برضو ده مش هتعرف تعمله مرة واحدة يعني محتاجة تفهم ان ليها بتعمله ده حتى وقت كان نيتها كويسة الا انه اصاره هتكون سلبية طيب انا دقيقة انا عايزة اقول حاجات صغيرة ترد علي دلوقتي بس بسرعة حضرتك يعني رازين ماما انا جوزي زعق فيها ونزل الشغل ارد انا الام دلوقتي تقول لي ارد على بنتي اقولها ايه انا دلوقتي بلعب دور ايه اه الام الام يعني انت تقول لها الصح تقوله ايه دلوقتي انا كلمت امي قلت لها ده نزل من غير ما يصبح عليها وبتاع وداني وش وزعق ومشي استنيها حبيبتي لما يرجع واتناقشوا مع بعض وشوفوا المشكلة تتحل ازاي طيب قالوا يا ماما انا قلت له يجيب لي التقم الفلاني وانا عارفة ان معاه فلوس واستخسر فيا يجيب لي التقم الفلاني وانا صحابي وخارجة وبتاع خليك واضحة معاه واتكلمي ويعرف ايه المشكلة طيب انا بقى عايزة صيف وهو مش عايزة يوديني البلد الفلانية وانا زهقت والعيال واتهقت هي نفس الحل دايما الوضوح مفيش وضوح انا بقول طلب ومتخيل انه لازم يتحقق بغض النظر ايه اللي ورا الكلام لما نكون واضحين كزوجين مع بعض انا عايزة كزا وانت ما عملتوش ليه بتعمل كده محتاجة افهم يعني طول الوقت الام المفوت ترد تقول اتكلمي مع جوزك اتكلمي مع جوزك انا مليش دعوة دي حياتك الخاصة بالضبط لان بعد شوية هيحصل اللي حالك قلتيني داع البنت هتصور في جوزها وهي والله قديني هتخرب كلها ايه صحي جد والله بجد استاذ ايمن انا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة وان شاء الله نعمل حلقة تانية بقى عن الصدمات وازاي الواحد يبقى مصدوم وازاي تصرف مع الصدمة بشكرك جدا ونورتنا النهاردة فيه حكا شكرا لك استاذ ايمان وشكرا لكل رب نخليك فد مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة وطبعا انتم عارفين لازم كلمتين اقولهم ما بقدرش انهيها كده انا بتكلم مع كل ست بتتفرج علي التجارب كتيرة قوي في عائلتي وفي حياتي وفي صحابي شفتها حياتك ببوض وفي الاخر الام بتفضل ام هل بتقدري تسيبي امك وتتبري منها بتطلقي مامتك مثلا لا بتطلقي باباكي لا لكن انت ممكن تطلقي وبيتك يتخرب وتفضل باباكي ومامتك زي مهم بس انت اللي بتزعلي وانت اللي هتحزني وانت اللي هتفضلي فترة من الزم ممكن متعواضيش جوزك ده تاني مش هقولك يلا رميه يجيلك غيره لا لان حقيقة انا بشوف ستات قد ايه بتحبك وزتها قد ايه بتحب الراجل راجلها جوزها قد ايه بتبقى حايزة تنور له البيت كله يعني بتبقى يعني مولعة في صوابع العشرة شمع دي حقيقة لكن ممكن تدخل مامتك في حياتك يخربها وفي الاخر على فكرة وانا جربت ده في حياتي واتخرب بقولها لكم تجربة شخصية لما بروح احكي لماما المشكلة انا بعرض مشكلتي على اني مظلومة وايه واحنا كستات شطار ماجستيري ان انا اعرض قضياتي ان انا مظلومة وفعلا ممكن ابقى مظلومة بس بحردها قوي بتفاصيل قوي بانهيار وعيات خلاص وبعد كده انا بضعف لما جوزي يجي صلاحني معنا بقى بسخنها علي عشان تاخد موقف فلما جوزي بيجي صلاحني ببقى مكسوفة قوي من مامتي اللي هون انتي مش قلت زي عقلك لا يعني اصل الله فليه ليه احط نفسي في وضع ضعيف قدام جوزي وقدام امي في الاخر الاب والام على راسنا من فوق بس في مكانهم لكن ده بيتي وبيتي اللي يحكمه جوزي جوزي هو اللي احترمه وقدره واسمع كلامه وما خليش اي حد في الدنيا تدخل في بيتي لا صحاب ولا قرايب ولا اب ولا ام لو عايز تعيش مبسوط ولو عايزة تعيشي مبسوطة بلاش مامتك بلاش يعني بالنسبة له حمايته لان بجد الكلمة منك يعني كلمة منك بتبقى على قلبه زي العسر ربع كلمة من مامتك بتبقى على راسه ومش قادر يحرك فما يعني بنحاول نعيش بقى احنا عندنا مشاكل كتير وضغوط الحياة كتيرة بنحاول بنحاول نشوف المشاكل اللي بتهدد امان واستقرار بيتنا وبنحلها ويا رب نكون قدرنا نديكم الحل المناسب النهاردة شوفكم على خير ان شاء الله وكل يوم اتنين من الساعة 4 للساعة 5 دايما بكون معاكم امام مختار ويحكي انا